بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم عن خبر عاجل ورسمي وهو أن هذه السنة كذلك سوف تطبق العتبة في البكالوريا لسنة 2023 وهذا لجميع الشعب بدون استثناء وذلك نظراً لاستحالة الانتهاء من البرنامج السنوي كذلك فإن الشروع في تصفية المواضيع الخاصة بالشهادة والإبقاء على المعدل الموزون دون تغييرات حسب التخصصات الجديدة يعني أنه هذه السنة رايح يكون عتبة يعني رايحين يقللكم من الدروس خاصة دروس الفصل الثالث ولكن هذا لا ينفي وجود دروس الفصل الثالث في البكالوريا لسنة 2023 وذلك نظراً لأنهم منذ مدة طاولة لم يدخلوا مواضيع أو برنامج الدروس تاع السنة أو الفصل الثالث لهذا فمن الممكن أن يدخلوا لكم بعض الدروس من الفصل الثالث ولكن ليس جميعها وذلك نظراً لاستحالة الانتهاء من البرنامج السنوي بسبب عدة أمور وبسبب التأخيرات التي طرأت في عدة مؤسسات كذلك فإن المعدل الموزون سيبقى دائماً موجود يعني المعدل الموزون سوف أشرحه لكم باختصار شديد في فيديوهات أخرى إن شاء الله كيف يتم حساب المعدل الموزون وكيف يتم حسابه من أجل اختيار التخصص الذي تريدونه هذا هو كان أبرز المعلومات إذا عندكم أي سؤال أو استفسار خلوهوا لي في التعليقات شكراً لكم والسلام عليكم